السلام عليكم سأروي لكم اليوم قصة الأبرص والأقرع والأعمى في أحد الأيام كان النبي عليه السلام يجلس مع أصحابه فروى لهم قصة لم يسمعوا مثلها من قبل فقال لهم أنه كان هناك ثلاثة رجال من بني إسرائيل أي من أبناء النبي يعقوب والذي كان يسمى بإسرائيل أيضا وكان لكل منهم علة ومرض فأحدهم كان أبرصا قبيح المنظر لديه مرض في جلده وفي لونه والآخر كان أقرعا ليس في رأسه شعر أما التالت فقد كان أعمى لا يبصر ولا يرى فأحب الله أن يبتليهم ويختبرهم ليعلم الشاكر منهم من الجاحد فأرسل إليهم ملكا من ملائكته وتصور لهم بصورة رجل وذهب الملك إلى الرجل الأبرص فقال له أي شيء أحب إليك أي ما هي أمنيتك في هذه الدنيا فرد عليه لون حسن وجلد حسن أي أنني أتمنى أن يعود لوني وجلدي طبيعيان فإن نظرات الاقتراف والإستياء من الناس قد دعبتني فمسح الملك بيده على الرجل فذهب المرض عنه فأعطى لون حسن وجلد حسن ثم قال له الملك أي المال أحب إليك قال الإبل فأعطاه ناقة عشراء أي ناقة حامل وقال له يبارك لك فيها ثم ذهب إلى الرجل الأقرع الأصلع فقال له أي شيء أحب إليك فرد عليه شعر حسن ويدهب عني هذا ليزول عني الشكل القبيح والصلع فقد تعبني الناس بنظراتهم المتعالية والمستاءة من شكلي فمسح الملك بيده على رأسه فذهب عنه الصلع وأودي شعرا حسن ثم قال له فأي المال أحب إليك قال البقر فأعطاه بقرة حامل وقال يبارك لك فيها ثم ذهب الملك بهاءة رجل وآت الرجل الأعمى وقال له أي شيء أحب إليك فرد عليه أن يرد الله إلي بصري فأفسر به الناس وأرى الكون فمسح الملك على عينيه فرد الله إليه بصرا قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطاه شاة والدة أي على وشك أن تلت ثم قال له يبارك لك فيها ثم مضت الأعوام وبارك الله لكل واحد منهم في ماله فإذا بكل واحد منهم يملك واديا من الذي اختاره فالأبرص يملك واديا من الإبل والأقرع يملك واديا من البقر أما الأعمى فكان يملك واديا من الغنم وهنا جاء موعد الامتحان والابتلاء فعاد إليهم الملك وجاء لكل رجل منهم في صورة رجل لديه نفس المرض الذي كان لديهم يذكرهم بنعمة الله عليهم فذهب إلى الرجل الأول على هيئة مسافر فقير أبرص فقال له أنا رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري فلا نجات لي اليوم إلا بالله تم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال أن تعطيني بعيرا أركب عليه في سفري ليوصلني لأهلي فرد عليه إن الحقوق كثيرة أي إن علي التزامات كثيرة ورد الرجل الفقير خائبا فقال له الرجل الفقير كأني أعرفك ألم تكن أبرصا يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله من فضله فرد عليه كاذبا إنما وردت هذا المال عن أجدادي فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت عليه ودعا عليه أن يعيده الله كما كان فأذهب الله عنه أمواله كلها وأعاده أبرصا فقيرا حقيرا ثم أتى الرجل الثاني في صورة رجل مسكين أقرع وقال له كما قال للأبرص رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري فلا نجات لي اليوم إلا بالله تم بك أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والمال الكثير أعطني بقرة أعود بها لأهلي فرد عليه الأقرع كما رد عليه الأبرص ورده خائبا فدعا عليه الرجل وقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت عليه فحرمه الله من ماله كله وأعاده أقرعا أصلعا كما كان ولم يبق منهم إلا الرجل الأعمى فذهب الملك إلى الرجل الأعمى في هيئة رجل مسكين أعمى فقال له رجل مسكين وابن سبيل تقطعت بي الحبال في سفري فلا سبيل لي اليوم إلا بالله تم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتا أكمل بها سفري فرد عليه قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري وفقيرا فأغناني الله فاخد من أموال ما شئت فوالله لا أجيدك اليوم بشيء أخدته لله عز وجل وسمح له أن يأخذ ما يشاء من بعير وأموال فقال له الملك أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وصخط على صاحبك أي الأبرص والأقرع والحديث الأساسي فقد ورد عن الإمام البخاري ونحن قمنا بشرحه إن هذه القصة تبين بوضوح أن الإبتلاء مكتوب على كل الناس وهو قدر لا مفر منه يبتل الله عباده بالصراء والضراء والخير والشر اختبارا لهم ليميز الطيب منهم من الخبيت والصادق من الكادم قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وعلى قدر دين العبد وإيمانه يكون البلاء أرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة تشجيعا لنا والسلام عليكم